شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في عمل الدورة السابعة والخمسين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وخلال كلمة وجهها في الاجتماع أكد وزير الخارجية أن الوطن العربي وجه تحديات وتهديدات خطيرة ذات تأثير بالغ على الأمن القومي والعمل العربي المشترك وتتطلب من تضافر الجهود وتوحيد الكلمة والمواقف إزاءها حفاظا على أمن وسلامة دولنا ومصالحها الحيوية ومكتسبات شعوبنا العربية وشدد على أن الدول العربية في حاجة إلى تعزيز تضامنها وتوحيد جهودها وتفعيل التعاون والتنسيق المشترك والعمل على تنفيذ جميع أليات العمل العربي المشترك بهدف صون الأمن القومي العربي وتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة لمواجهة كل التحديات المحدقة بأمتنا العربية وأضاف وزير الخارجية في كلمته أن القضية الفلسطينية ستظل دائما القضية المركزية لأمتنا العربية مؤكدا موقف مملكة البحرين الثابت الداعي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي ومشددا على أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وأعرب وزير الخارجية عن استنكار وإيدانة مملكة البحرين لما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من اعتداءات غادرة على الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعم المملكة الكامل لكافة الخطوات المتخذة من جانب البلدين الشقيقين لمواجهة هذه الاعتداءات كما عبر عن تهانيه للجمهورية اليمنية الشقيقة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف الحوثيين للمرة الأولى كجماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن وفرض حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن والذي يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من قدرات مليشيا الحوثي الإرهابية هذا وقد بحث وزراء الخارجي العرب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها ملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر إلى جانب تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في أوكرانيا والجهود التي تبذل على المستوى الدولي لوقف الحرب وتسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية